شؤال اللي جاي مين او موضوع درع الدوري ده حكاية يعني درع الدوري الاهلي النهاردة الرابطة قالت ان هو هيتم استنامه في مباراة حرس الحدود يوم 19 ايش معنى مباراة حرس الحدود يوم 19 اش اخر مباراة في الدوري وليه مش في مباراة الزمالي في القدم اوزها كريم يمكن الموضوع ده شغل الجمهير خاصة جابين النادي القلي خلاله من اللي فاته ويمكن الاهلي هيتسلم الدوري قدام نادي الزمالي ولا لأه وعلى فكرة كان فيه يعني بعض كده الحديث ما بين مسؤولين في النادي القلي وبين مسؤولين الرابطة على تسليمه في مباراة الزمالي يمكن النهاردة انا توصلت مع مصادر قبل حتى الاعلان من جانب ربطة الاندية واكدوا لي ان تسليم الدرع الدوري يكون في مباراة للنادي القلي هي اخر مباراة حرس الحدود دي اخر مباراة للنادي القلي على ملعبه هو النادي القلي عاوز يحتفل بمباراة من تنظيمه هو على ملعبه بمسابة الدوري أو بدرع الدوري. ويمكن ده آخر موسم هنشوف فيه درع الدوري القديم قبل طبعا الدرع الدوري الجديد. وبعد كده مبارات بيرامدز. ثم مبارات المصري. المباراتين خارج يعني خارج تنظيم النادي الآلي أو خارج ملعب النادي الآلي. سواء المبارات الأولى قدام بيرامدز هتكون في الدفاع الجوي أو حتى مبارات المصري يكون في برج العرب. دي قصة باختصار. درع الدوري موجود خلاص يعني ربطة الأندية خلاص بتستلمه. والنادي الآلي. وخلاص الموضوع يمكن انتهى النهاردة بشكل سريع. والبيان ده اعتقد قفل كل حاجة. وقفل اكتهادات كتير جدا. كانت ممكن تطلنا لحد مبارات الكومة يوم الخميس.